السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول بالمدارس الصناعية أهلا بكم في حلقة جديدة من برامج التعليم الفني على قناتكم المميزة قناة مصر للتعليم الفني إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض في مادة مبادئ الرسم الفني وهنتعلم مع بعض إزاي نرسم المنظور الهندسي والمساكت السلاسة للهرم طبعا إحنا في الحلقات اللي فاتت كنا ابتدينا إن إحنا نتعلم نرسم المنظور الهندسي والمساكت السلاسة للمجسمات الهندسية وطبعا بدأنا بالمجسمات البسيطة وزي المتوازن المستطيلات وزي المكعب وزي المنشور سواء بقى إذا كان سلاسي أو خماسي أو سداسي والإستوانة والنهاردة إن شاء الله هنكمل نرسم المنظور الهندسي والمساكت السلاسة لمجسم على شكل هرم طبعا الهرم ممكن يكون هرم سلاسي أو ممكن يكون هرم رباعي أو ممكن يكون هرم سداسي طيب على حسب شكل القعدة بتاعة الهرم إحنا كلنا عارفين طبعا الهرم شكله يبقى عبارة عن مجسم القعدة بتاعته بيكون لها عدد من الأضلاع لو كانت 3 أضلاع يبقى نسميه منشور هرم سلاسي طيب لو كان القاعدة بتاعته ليها 4 أضلاع يبقى نسميه هرم رباعي والأوجه بتاعته كلها عبارة عن مسلسات يعني معناه أن الأضلاع بتاعته كلها الارتفاعات بتلتاقي كلها في نقطة واحدة يعني القاعدة بتاعت الهرم بتاخد شكل معين مثلا زي الشكل المسلس زي ما قلنا والأضلع بتاعته كلها طلطاكي فوق في نقطة ايه واحدة طيب يعني معنى كده ان الهرم بيكون ليه قاعدة واحدة بس الاوجه بتاعته كلها عبارة عن ايه مسلسات طيب الهرم زي ما قلنا ممكن يكون الهرم سلاسي يعني بنسميه على حسب شكل القاعدة بتاعته ولو كان القاعدة على شكل مربع فنسميه هرم ايه رباعي طيب عايزين بقى نتعلم ازاي نرسم المنظور الهندسي للهرم السلاسي في الاول ونرسم المساقط السلاسة للهرم طبعا الهرم ممكن يكون القاعدة بتاعته توازي المستوى الافكي يعني معنى ايه يعني معنى الهرم دوت قائم تمام القاعدة بتاعته بتوازي مين الافكي يعني معنى كده ان انا لما اجي ابص عليه من الوجهة الامامية فاللي انا هشوفه بقى في المسكت الرأسي هيكون عبارة عن ايه عبارة عن مسلس ولو بصيت عليه من الجنب برضه هيبان عبارة عن ايه مسلس طب لو بصيت عليه من اعلى هشوف الشكل القاعدة بتاعته لهو هرم سلاسي يبقى القاعدة بتاعته هتبان على شكل ايه على شكل مسلس طيب تعالوا مع بعض كده نبص على الشاشة وناخد مثال ونطبق عليه الكلام ده عندي المنزور الهندسي والمساكت السلاسة لهرم سلاسي قاعدته توازي المستوى الافكي هنا في المثال بيقول لي ارسم المنزور الهندسي والمساكت السلاسة لهرم سلاسي طول ضلع قاعدته 40 ملي متر القاعدة زي ما اتفقنا اللي هي هتبقى على شكل مسلس متساوي الاضلاع طول ضلع المثلس دوت 40 ملي متر وارتفاعه يعني ارتفاع الهرم 80 ملي متر وقاعدته توازي المستوى الافكي يعني معنى كده ايه ان القاعدة اللي هي على شكل مسلس متساوي الاضلاع اللي هو طول ضلعه 40 ملي متر هتبان فين؟ هتبان في المستوى الافكي يعني لما اجي ارسم المساكت ها القاعدة اللي هي على شكل مسلس هتبان فين؟ في المساكت الافكي طيب عايزين بقى نرسم المنظور الهندسي نبدأ ازاي؟ اول خطوة طبعا برسم المساكت المساعد المساكت المساعد زي ما احنا تعلمنا في حلقات سابقة برسم المساكت المساعد الاول علشان بيساعدني في رسم المنظور والمساكت طبعا الشكل اللي انا برسمه هو عبارة عن ايه؟ القاعدة عبارة عن مسلس متساوي الاضلاع فبارسم خط خفيف كده طول ضلعه اه او الطول دوت يساوي ايه؟ طول ضلع المسلس اللي هو 40 ملي متر وبعد كده اكمل وارسم المسلس يعني النقطتين دول خلاص هبدأ هنا عند بداية الضلع وبالبرجل واخد المسافة بتاعة طول الضلع اللي هي 40 ملي متر واركز في النقطة الاولى اللي هي بداية الضلع وارسم كوس لاعلى وبعدين اركز في النقطة التانية اللي هي نهاية الضلع وبنفس الفتحة وبرسم كوس تاني يقطع القوس الاول ووصل النقطة دي هتبقى هي راس المسلس نوصلها ببداية ونهاية الضلع كده انا رسمت المسلس بتاعي اللي هو طول ضلعه كام؟ 40 ملي متر طيب بعد كده بارسم مستطيل حول المسلس يعني يمر بالرؤوس بتاعة المسلس اجي عند بداية الضلع عند الرأس اللي هي اللي على اليمين دي وارسم خط قائم واطلع به الفوق بالمسلس بالزاوية القايمة واجي عند نهاية الضلع برضه تحت واطلع برضه بخط ايه؟ قائم تاني وبعدين اجي من عند رأس المسلس بقى من فوق واروح موصل الثلاث نقط دول ببعد رأس المسلس بقى الخط القائم اللي رسمناه على اليمين وعلى ايه؟ اليسار كده انا حصلت على ايه؟ مستطيل المستطيل دوت خدوا بالكو بيمر بمين؟ برؤوس المسلس طيب بعد كده اهو هسمي النقط بقى بتاعة رؤوس المسلس ادي واحد والنقطة التانية اسميها اتنين والتالتة اسميها ايه؟ تلاتة طيب الخطوة اللي بعد كده بقيس الطول والعرض بتاع المستطيل اللي هو بيمر برؤوس المسلس ما هو ده المسكت المساعد بتاعي؟ المستطيل اللي حوالين المسلس ده خلاص؟ الطول دوت كام؟ 40 مم طب الارتفاع بتاعه طبعا مش هيطلع 40 مم هو الضلع صحيح بتاع المسلس دوت 40 مم دمائل لكن الخط القائم ده هيطلع اقل هيطلع تقريبا 35 مم طيب بعد كده هروح بقى ارسم المنظور الهندسي فبرسم خط افكي اللي هو خط الاساس وارسم زوايا 30 درجة يمين ويسار بالمسلس طبعا بالزاوية 30 درجة وناخد بالنا بقى ان القاعدة هنا على شكل مسلس مع قاعدة الهرم عشان ده هرم سلاسي فالقاعدة بتاعه على شكل ايه؟ مسلس المسلس ده هيبقى هو هنرسمه تحت على شايفين الضلعين اللي هما بتاع الزاوية 30 درجة هنكملهم كده اللي هو الضلعين التانيين علشان يبقى شكل ايه؟ مستطيل اللي هو المستطيل دوت اللي بيمر حوالين ايه؟ المسلس الضلع الاولاني دوت كام؟ 40 مم طيب والضلع التاني اللي هو العرض بتاع المستطيل احنا قلنا هيطلع تقريبا 35 مم يبقى الضلع التاني اللي على اليسار ده يبقى 35 مم وبعد كده ها اكمل بقى اهو الضلعين التاني الضلع ده طبعا بيوازي الضلع اللي على اليسار ونفس المقاس بتاعه والضلع اللي على الاخير دوت بيوازي الضلع اللي على اليمين ونفس المقاس اللي هو 40 مم طيب بعد كده انا عايز انقل المسلس ده هو انقله هنا داخل الشكل اللي احنا رسمناه طبعا الضلع اللي هو واحد واثنين ما فيوش مشكلة هيترسم هنا اهو فانتقل عليه يبقى دوت الضلع الاولاني طيب رأس المسلس هنا في نص الضلع اللي بيوازيها اللي انا بشاور عليها دي يبقى انا اروح منصف الدلع ده وبعدين واروح موصل لبداية ونهاية الدلع اللي انا رسمته الشكل دوت كده واوصل الدلع التالت بس طبعا الدلع التالت علشان هو هيبقى في الجهة الخلفية ورا فهيبقى مختفي فانسمه خط متقطع شرط متقطع طيب كده انا رسمت القعدة هيت بتاعته اللي هي على شكل مثلس عايزين بقى نطلع بالارتفاع بتاعه الارتفاع قال لي 80 ملي متر بس يا ترى الارتفاع دوت هقيسه من انهي نقطة ناخد بالنا بقى احدد السنتر او المركز بتاع المثلس اللي انا رسمته ده يعني ايه ااجي من رأس المثلس اللي هي النقطة ادي النقطة رقم واحد و ادي اتنين و ادي ثلاثة ااجي من عند النقطة رقم واحد واروح راسم خط عمودي على الضلع اللي هو اللي في الشهر اللي هو من اتنين لثلاثة وهو بينصف الضلع دو يعني بمعنى اصح ان الضلع دو اللي هو اتنين و ثلاثة انصفه و احطه نقطة واروح جاي موصل من النقطة واحد لمنتصف الضلع دو وزي ما عملت دي من رأس المثلس التانية نفس الكلام اروح نازل برضو بخط خلاص ينصف مين هينصف لي الضلع التاني اللي هو واحد و ثلاثة انصفه وحط نقطة واروح موصلها بمين؟ بالنقطة رقم اتنين طيب النقطة دي دلوقتي اللي انا حصلت عليها اللي هي نقطة التقاطع دي هقيس من خلالها الارتفاع بتاع الهرم وقيس كده بخط قائم اطلع بخط قائم كده الفوق وقيس الارتفاع بتاعي اللي هو كان تمانين ملي متر بالشكل ده يبقى الخط اللي انا رسمته دلوقتي ده خط قائم عمودي وطوله كام؟ تمانين ملي متر اللي هو الارتفاع بتاع الهرم اللي قال عليه في السؤال بعد كده النقطة اللي فوق دي هي رأس الهرم اروح انا موصلها بقى بمين؟ برؤوس المثلس اللي هو بيمثل القعبة اللي تحت يعني نوصلها من النقطة رقم اوصل النقطة رقم واحد مع النقطة الارتفاع وبعدين النقطة رقم اتنين مع النقطة الارتفاع والنقطة رقم تلاتة مع النقطة اربعة اللي هي رأس الاهرم كده حصلت على ايه؟ بقى واضح قدامي الشكل هوا عبارة عن ايه؟ هرم ثلاثي القاعده بتاعته على شكل تساؤلس متساول اضلاع والأوجه بتاعته عبارة عن ايه؟ عبارة عن مسلسات طب هو ليه كم وجه هنا ثلاث أوجه دي الوجه دوت اللي هو اللي على اليمين ده المسلس ده اللي هو واحد واثنين وإيه واربعة والوجه الثاني اللي هو اللي على اليسار والوجه الثالث اللي هو في الجهة الخلفية طيب لما جي أرسم المساقط ثلاثة ليه الهرم السلاسي في الحالة ديت طبعا لو أنا وقفت هنا ناحية اليمين وبصيت على الهرم دوت إيه اللي أنا هشوفه هشوف مسلس ها اللي هو المسلس اللي أنا بشاور عليه ده اللي هو واحد واثنين واربعة يبقى دوت كده المسلس ده هيبقى هو المساقط الرأسي بس ناخد بالنا إن فيه ضلع ورا أنا مش هبقى شايفه اللي هو تلاتة واربعة الضلع ده موجود إيه في الجهة الخلفية أنا لما كون وقف هنا على اليمين مش هبقى شايفه لكنه موجود فده بيترسم إيه عبارة عن خط متقطع أو خط شرط متقطع يعني في المسكة الرأسي هيبان عبارة عن مسلس ها والمسلس ده في خط إيه قائم كده عبارة عن إيه شرط متقطع طب المسكة الجانبي لو أنا رحت وقفت بقى على اليسار وبصيت على الشكل دوت من هنا كده من اليسار هشوف إيه هشوف المسلس التاني اللي هو على اليسار اللي أنا بشاور عليه ده اللي هو الأرقام بتاعته إيه بقى واحد تلاتة واربعة طيب خدوا بالكو أن النقطة واحد وراها على طول النقطة اثنين يعني الضلع ده مش هيبقى باين اللي هو اثنين واربعة ده عشان ما حدش يقول هنرسمه بقى في المسكة الجانبي كمان أنا لما بقى واقف هنا كده في الجنب هنا كده النقطة رقم اثنين ده ورا النقطة رقم واحد بالزبط فهتبقى مختفية مش هتبقى النقطة واحد تغطي على النقطة اثنين طب المسكة الأفكة لو أنا بصيت بقى من أعلى هبقى شايف إيه هو أحد يقول هشوف النقطة رقم اربعة لا هوي النقطة رقم اربعة بس طب والقاعدة بتاعت الهرم السلاسي دي كلها مش هتبقى شايفها طبعا هتبقى شايفها لما بص عليه من أعلى يعني معنى كده المسكة الأفكة يبنئ عبارة عن مسلس اللي هو المسلس الصغير اللي بيمثل القاعدة اللي هو المسلس واحد واثنين وثلاث بس ناخد بالنا النقطة اربعة عادية برضو هتبقى باينة اللي هي هتبنئ تعتبر في النص كده في مركز المسلس وهنشوف الأوجه اللي هي بتاعة الهرم السلاسي بس هنبقى شايفينها بحجم ايه صغير لأنها بقى بصص عليها من أعلى هنشوف الكلام ده دلوقتي لما نجي نرسم المساكت نبدأ مع بعض نرسم المساكت السلاسة للهرم السلاسي لما تكون قاعدته بتوازي المستوى الأفكي أول حاجة طبعا برسم المحاور بتاعتي محور أفكي ومحور رأسي متعمدين وبحدد طبعا أماكن المساكت اللي أنا هرسمها المساكت الرأسي على اليسار والمساكت الجانيبي على اليمين والمساكت الأفكي أسفل المساكت الرأسي بعد كده أبدأ أرسم أنهي مساكت الأول هبدأ أرسم المساكت الأفكي ليه؟ الهرم دوت على شكل إيه؟ القاعدة بتاعته على شكل مسلس متساول أضلوع يبقى أنا أرسم القاعدة بتاعته الأول اللي هي هتظهر فين؟ هتظهر في المستوى الإيه؟ الأفكي أو في المساكت الأفكي لأن قاعدته بتوازي المستوى الأفكي طيب نبدأ نرسم طبعا المسلس اللي هو بيمثل القاعدة بتاعة الهرم تحت فيه المسكت الأفكي طبعا لو هو حدد لك الهرم دوت بيبعد قد إيه عن المستويات الثلاثة يعني ممكن يقول لك مثلا قعدته بتوازي المستوى الأفكي وتبعد عنه 10 ملي متر يبقى معنى كده أبعد كده الفوق 10 ملي متر وأخد خط إيه خفيف طيب لو بتبعد عن الجانبي 15 ملي متر مثلا يبقى أبعد كده عن الجانبي 15 ملي متر وأخد إيه خط إيه رأسي قائم كده لو ها ما قالش خلاص زي ما احنا اتفقنا في الحلقات اللي فاتة أسيب مسافة مناسبة من المحاور اللي أنا رسمتها داي وليكن مثلا واحد سنتيمتر طيب بعد كده أنا كده سيبت إيه واحد سنتيمتر ورسمت خط إيه خفيف وبعدين هسيب برضو من من المحور الرأسي مسافة مناسبة خلاص وأرسم برضو إيه خط إيه خفيف طيب وبعد كده أرسم المسقط المساعد اللي أنا رسمته في البداية خدوا بالكو بقى الضلع دوت كان كام 40 ملي متر طب والضلع دوت كام كان تقريبا 35 ملي متر اروح أنا مكمل بقى الضلعين التانين واقفل المستطيل بتاعي كده المستطيل اللي أنا رسمته ده هو بالزبط بتاع المساعد أكمل بقى المسلس جوه بقى بسهولة جدا أروح عامل إيه أتقل على الضلع اللي تحت اللي هو كان واحد واثنين وفوق هننصف الضلع اللي فوق وحط نقطة ووصل الضلعين التانين بتاع المسلس بسهولة جدا كده أنا رسمت المسلس وبعد كده ناخد بالنا بقى أجي من رأس المسلس اللي هي كانت النقطة رقم واحد وهنزل بخط خفيف بخط بس مش خفيف بقى المرة دي الخط دوت طبعا هيبقى ظاهر قدامي بس مش هيوصل لحد الضلع المقابل ليها خلاص وهاجي برضو من الرأس بتاعت المسلس التانية وهرسم خط برضو كده خدوا بالكو أنا بنصف الضلع اللي فو الشاه وحط المسطرة وأرسم خط خلاص وهو من الرأس اللي فوق اهي برضو هرسم ايه خط كده عمودي هينزل على مين على الضلع اللي هو اللي تحت يعني أنصف الضلع اللي تحت وحطه نقطة وأنزل بخط ايه عمودي خط قائم كده خدوا بالكو لحد ما الخطين اللي أنا رسمتهم يلتقوا مع بعض في نقطة واحدة طب لو الخط اللي انت كنت رسمه كان طويل شوية امسح الزيادة طيب من الرأس الثالثة بقى اروح انا موصل برضو لنقطة التقاطع اللي أنا حصلت عليها لو خدتوا بالكو كده لما أكون باصس على الهرم السلاسي من أعلى هبقى شايف ايه واخدين بالكو المسلسات اللي هي الصغيرة دي تلات مسلسات دول دول اللي هم الأوجه بتاعة الهرم السلاسي بس طبعا علشان أنا باصس عليها من أعلى فبينين ايه بحجم ايه صغير نرقم بقى النقط دي هدي واحد اتنين تلاتة والنقطة اللي في النص اربعة اللي هي كانت بتمثل الرأس بتاعة ايه الهرم طيب عايزين بقى نرسم المسقط الرأسي طبعا خدوا بالكو أنا قدت ايه الخطوط الخفيفة اللي أنا رسمتها في البداية هتلاتي بها لحد فين؟ المسقط الايه الرأسي اسقطات يعني من الأفكي واطلع بها الفوق اسيب مسافة مناسبة وبرسم خط ايه خفيف وليكن برضو يعني واحد سنتيمتر وبعدين خدوا بالكو بقى المسافة دي من الضلع ده او من الخط ده الاسقاط اللي انا كنترسمه ده لحد ده هو مين؟ 40 ملي متر اللي هو طول القاعدة بتاعة الهرم طيب انا عايز الارتفاع بقى بتاعي فاعمل ايه؟ باخد اسقاط كمان من النقطة اللي هي ثلاثة ديه وبطلع بها الايه؟ لفوق اه بالشكل ده خلاص وبعدين اقيس بقى الارتفاع من اول هنا لحد ايه؟ فوق ده بضلع هوت بتاعي واقيس الارتفاع لحد فوق كده اللي هو كيم 80 ملي متر سخدوا بالكو ان الخط دوت انا قلتلكو في البداية ان احنا هريسمه خط ايه؟ شرط متقطع ليه؟ لان طبعا الخط دوت او الضلع ده في الجهة الخلفية اللي هو ورا انا مش هبقى شايفه الارتفاع بقى ايسوا من اول هنا من اول الضلع اللي هو اللي باللون الازرق ده لحد فوق كيم 80 ملي متر وبعد كده اوصل بداية الضلع مع رأس الهرم ها وانهيته مع رأس الهرم نرقم بقى النقط ديه ادي النقطة واحد والتانية هنا اتنين والنقطة تلاتة خدوا بالكو بقى تلاتة فين؟ اهيه اللي هي الاسقاط بتاع النقطة دي اللي انا بشاور عليها دي بس هي طبعا علشان موجودة في الجهة الخلفية ورا فاحنا مش شايفينها عشان كده رسمنا بضلع دوات ايه؟ خط شرط والنقطة اللي فوق خالص اللي هي الاسقاط بتاع النقطة كيم 4 عايز بقى ارسم المسقط الجانب فبعمل ايه؟ باخد اسقاطات برضو من الافكة ولف بيها واطلع ليه الجانب واخد برضو اسقاط من من الرأسي من المسقط الرأسي من عند النقطة اربعة كده علشان يبقى نفس الارتفاع برضو نبدأ كده ناخد الاسقاط من النقطة ها بتاع النقطة تلاتة ولف بيها بالبرجل زي ما احنا متعودين بركز في نقطة التقاطع اللي هي بتاعة المحاور ولف بيها بالبرجل وبعد كده اطلع بخط قائم ها بالشكل ده لحد ما اوصل لمين؟ للاسقاط اللي جاي منين؟ من الرأسي اللي هو الخط الخفيف ده طيب وبعد كده من عند النقطة اثنين برضو هناخد الاسقاط بتاعها ولفتها بالبرجل وبعد كده اطلع بخط قائم كده الخط ده هيبقى واو مين؟ الضلع اللي هو بتاع القاعدة بتاعة المسلس طيب عايز بقى اقيس الايه؟ الارتفاع ااخد الاسقاط بتاع النقطة اربعة بخط خفيف كده وبعدين بالبرجل برضو اركز في نقطة التقاطع بتاع المحاول ولف بيها بالبرجل ايه واطلع بيها ها لحد ايه؟ لحد فوق لحد الاسقاط اللي كان جايلي منين؟ من المسقط الرأسي عشان يبقى الارتفاع ده هو نفس الارتفاع بتاع الرأسي اللي هو كام تمانين مليمتر ناخد بالنا بقى ان الخط اللي انا رسمته ده مش في نص الضلع ده لو انتوا بسيتوا هنا النقطة رقم اربعة اللي هي اللي تحت دي المسافة اللي تحتيها بينها وبين الضلع واحد واثنين المسافة دي صغيرة والمسافة اللي فوقيها بتبقى ايه؟ اكبر يعني تقريبا بتبقى المسافة اللي فوق دي ضعف المسافة اللي تحت عشان كده لو انتوا بسيتوا هنا لما باخد الاسقاط بقى ولف بها كده ها بلاقي ان هو الارتفاع اللي انا رسمته ده الخط ده مش من النص مش من نص الضلع ده طيب بعد كده بتقل بقى على الضلع اللي هو بتاع القعدة وبعدين بوصل لحد رأس ايه؟ الهرم فوق بالشكل ده والضلع الاخير كده ارقم بقى النقط دا ايه دي لنقطة واحد وتنين خدوا بالكم ما هيه؟ ايه دي لنقطة ركام واحد واثنين وراها يا بقى انا لما يجي formation kreب بها كده اللي أثنين يظهروا الدكتق ورا عشان النقطة رقم اتنين ورا النقطة رقم واحد طيب حسناً يعني معناه أن أنا عندما أبقى واقف هنا على اليسار هنا وباصص على هذا الهرم فالنقطة رقم واحد هي اللي أنا شايفها النقطة رقم اتنين وراها فتبقى مختفية علشان كده بنرسمهم ايه؟ النقطة واحدة واحد واثنين واربعة النقطة رقم ثلاثة الإسقاط بتاعها أهو اللي هي النقطة دي أرقمها تبقى ثلاثة النقطة رقم اربعة اللي هي رأس الهرم الإسقاط بتاعها فوق يبقى اروح مرقمها فوق يبقى اربعة يبقى انا كده رسمت المساقط التلاتة للهرم السلاسي اللي هو قعدته على شكل ايه مسلس وزي ما احنا شفنا يعني رسمناه بطريقة بسيطة وما نطلخبتش يعني اهم حاجة ان انا لما يكون فيه عندي الشكل اللي انا برسمه يعني ممكن مش هعرف ارسم المنظور بتاعه بطريقة بسيطة برسم على طول المساقط المساعد يعني الاشكال كلها اللي هي ليها عدد مختلف من الاضلاع زي مثلا ايه لما يكون سلاسي او خماسي او سداسي على طول بعمل ايه بروح اعمل له مساقط مساعد علشان المساقط المساعد ده زي ما شفنا هو اللي بيساعدني في رسم المنظور الهندسي بسهولة جدا وكمان بستخدمه كمان لما باجي ارسم المساقط التلاتة طيب لو كان بقى عندي هرم رباعي يعني معنى كده ان القاعدة بتاعته على شكل ايه شكل مربع يعني ليه اربع اضلاع ليه كم وجه اربع اوجه بس الاوجه بتاعته برضو عبارة عن مسلسات طيب هيختلف بقى عن اللي احنا رسمناه طبعا هيختلف يعني طريقة الرسم هتبقى واحدة لكن الاختلاف في ايه ان القاعدة بتاعته على شكل ايه مربع طب هل انا هنا بقى محتاج ارسم مساقط مساعد طبعا لا لان القاعدة هنا اصلا عبارة عن ايه مربع المساقط المساعد انا كنت برسمه ها في الاشكال اللي هي بتكون مثلا مسلس بيكون مثلا شكل خماسي شكل سداسي علشان ارسم حواليه مستطيل او مربع يبقى سهل علي ان انا انقله في المنظور وفي المساقط لكن الهرم الرباعي القاعدة بتاعته على شكل مربع فانا مش محتاج ارسم مساعدة ارسم على طول المنظور الهندسي وببساطة جدا تعالوا نشوف مع بعد كده مثال وانطبق الكلام دوات عليه فهنا بيقول لي المنظور الهندسي لهرم رباعي قاعدته توازي المستوى الافك فاول حاجة علشان ارسم المنظور هو في المثال بيقول لي ارسم المنظور الهندسي والمساقط السلاسة لهرم رباعي طول ضلع قاعدته 40 ملي متر طول ضلع القاعدة 40 وارتفاعه 80 ملي متر وقاعدته توازي المستوى الافك طيب هبدأ ارسم طبعا المنظور على طول زي ما قلنا مش محتاج أرسم مسكة مساعد هرسم زاوية 30 درجة زاوية ناحية اليمين وزاوية ناحية اليسار طيب طول الضلع كام بقى ما هي القعدة على شكل مربع يعني الضلع دوت 40 ملي والضلع الثاني برضو كام 40 ملي زيها بالزبط أكمل بقى الضلعين الثانيين ووصلهم ببعض اهو بالشكل ده الشكل اللي أنا رسمته دلوقتي ده أضلعه كلها متساوية طيب بعد كده خدوا بالكو بقى أنا عايز برضو أحدد ايه المركز بتاعه علشان أقس منه الارتفاع فأعمل ايه ممكن أروح رسم ها أتقل بس على الأضلع الأول كده عشان تبقى واضحة قدامنا والضلعين اللي هم اللي وراء هيبقوا شرط علشان مختفيين لأن هما في الجهة الخلفية بعد كده أرقمهم أدي واحد واثنين تلاتة أربعة وبعدين أروح رسم بقى خدوا بالكو أرسم كترين كده متقطعين يعني من الرؤوس بتاعة الشكل اللي أنا رسمته ده خلاص أرسم خط خفيف كده من النقطة واحد لتلاتة ومن النقطة اتنين لإيه للنقطة اربعة طيب خدوا بالكو بقى النقطة دي اللي أنا حصلت عليها اللي هي نقطة قطع اللي في النص دي المركز بتاعه أقيس منها الارتفاع الخط الخفيف اللي أنا رسمته ده أقيس كده من النص من هنا لحد فوق كام 80 ملي متر طيب بعد كده أروح النقطة اللي فوق دي هنسميها كام خمسة وبعدين أروح موصل النقطة بقى اللي هي النقطة واحد بالنقطة رقم خمسة اللي فوق والنقطة رقم اتنين مع النقطة رقم خمسة والنقطة رقم خدوا بالكو تلاتة المفروض ان انا بوصلها هي كمان بالنقطة خمسة بس هي علشان موجودة في الجهة الخلفية والظلع اللي أنا هرسمه وراء الظلع اللي هترسم اللي هو من واحد لخمسة فهيبقى مختفي مش هيبقى باين يعني معنى كده وان الظلع ده اللي هو من واحد لخمسة مغطي الظلع التاني اللي هوfor اللي هو من ثلاثة إيه لخMI فاضل بقى ضلع اللي هو ايه هيترسم اللي هو من النقطة إيه أروعة للنقطة رقم خمس خدوا بالكو كده الهرم دوت هرم ايه رباعي زي ما احنا شايفين القاعدة بتاعته واضحة قوي على شكل ايه مربع ليه كم وجه اربع اوجه على شكل مسلسات اه ادي الوجه اللي هو اللي على اليمين ده اللي هو واحد واثنين و ايه وخمسة الوجه التاني اللي هو اللي على اليسار اللي هو كام واحد واربعة و ايه وخمسة وفيه وجه موجود في الجهة التانية اه اللي هو تلاتة واربعة و ايه وخمسة وفيه وجه كمان على اليمين في الجهة الخلفية اللي هو 2 و 3 و 5 يبقوا 4 مسلسات الأوجه بتاعته طيب لما اجي ارسم المساقط بقى طبعا برسمها ازاي لو انا وقفت هنا ناحية اليمين وبصيت على الهرم الرباعي دوت هبقى شايف ايه هبقى شايف الوجه اللي على اليمين دوت اللي هو عبارة عن مسلس 1 و 2 و 5 يبقى دا كده هيبقى المساقط الرأسي بتاعي طيب لو انا بصيت بقى لو وقفت ناحية اليسار عشان اشوف المساقط الجانبي ايه اللي هيترسم فيه لو وقفت هنا وبصيت على الشكل دوت ايه اللي انا هشوفه برضو هشوف مسلس زي بالزبط اللي هو المسلس 1 و 4 و 5 طب لو بصيت عليه من اعلى علشان اشوف المساقط الافك بتاعه هبقى شايف ايه خدوا بالك هبقى شايف برضو القاعدة بتاعته اللي هي على شكل مربع خلاص وهبقى شايف المرة دي النقطة رقم 5 دي طبعا هبقى شايفها في النص خلاص وموصلة كده لرؤوس الايه المربع اللي احنا رسمنا اللي هو بيمثل القاعد يعني هيبقى فيه اربع مسلسات صغيرين اللي هم بيمثلوا مين الاوجه بتاعه تعالوا نشوف الكلام دوت وانطبق عملي علشان ارسم المساقط السلاسة لهارم رباعي كعضيته بتوازي المستوى الافكي اول حاجة بارسم المحاور محور افكي ها ومحور رأسي عمودي عليه وحدد اماكن المساقط المساقط الرأسي والمساقط الجانبي والمساقط الافكي طيب ابدأ برضو ارسم انهي مساقط زي ما اتفقنا بارسم ايه بارسم المساقط اللي هيبان فيه القاعدة بتاعة الهارم دوت الهارم دوت طبعا قاعدته على شكل مربع وبتوازي المستوى الافكي يا معنى كده هتبان فين هتبان فيه المستوى او في المساقط الافكي اذا هبدأ ارسم القاعدة بتاعته اللي هي على شكل ايه مربع ارسمها تحتها طيب برضو نفس الكلام ما قال ليش سيب مسافات معينة بين المستويات التلاتة خلاص اسيب مسافة مناسبة وليكن مثلا واحد سنتي واخد خط خفيف وبعد كده ابعد عن المحور الرأسي برضو مسافة مناسبة واخد ايه خط ايه خفيف بعد كده اكمل بقى المربع بتاعي اللي هو بيمثل القاعدة بتاعة الهرم طبعا الضلع ده يبقى كام 40 ملي متر وده 40 انزل بقى كده برضو كام خط دوت كده اهو والمسافة دي كده هتبقى كام 40 ونكمل الضلع الاخير اللي تحت حصلت انا كده على ايه مربع طول ضلعه 40 ملي متر طيب عايز بقى اكمله زي ما اتفقنا اروح هنمتقل على الاضلاع بتاعته كده ايه دي الاربع اضلع وبعدين خدوا بالكوا بقى هرسم طبعا شوفوا كطرين يعتبر ها متقطعين في المربع اللي انا رسمته ايه دي الكطر الاولاني وادي الكطر التاني لو خدتوا بالكوا بقى هنا قسمتلي الشكل دوت لكم ايه مسلس ها اربعة يعني انا لما بقى باصس على الهرم دوت من اعلى هبقى شايف ايه القعدة اللي هي على شكل مربع والنقطة اللي في النص دي هي مين رأس الهرم والاوجه بتاعته عبارة عن مسلسات اهي ادي مسلس ودي التاني ودي التالت و ادي الايه الرابع نرقمهم بقى ادي النقطة واحد والنقطة اتنين والنقطة تلاتة فوق والنقطة اربعة والنقطة اللي في النص دي اللي هي بتمثل رأس الهرم هنسميها خمسة عايز ارسم بقى المسكة الرأسي ببساطة جدا انا طلعت اهوت باسقطات هنا من المسكة الافكي سيب مسافة مناسبة وليكن مثلا واحد سنتي وارح جاي واخد خط خفيف خط افكي كده وبعدين خدوا بالكوا بقى هاخد اسقاط من النقطة رقم خمسة ده ايه علشان اطلع بيها علشان احدد رأس الايه الهرم اهو ادي الضلع بتاعي انتقل عليه وبعدين اخد اسقاط خفيف كده لحد فوق خدوا بالكوا بقى المسافة دي من اول الضلع ده لحد فوق هو ده الارتفاع بتاعي اللي هو 80 ملي متر بعد كده اوصلهم ببعد ها واوصل الضلع الاخير من النقطة اللي على من نهاية الضلع اللي على اليسار وإيه لحد رأس الهرم من فوق حصلت على مسلس اللي احنا شفناه طبعا لما رسمنا المنظور اللي هو المسلس اللي كان ايه ناحية اليمين لما انا بص عليه كده من ناحية اليمين هبقى شايف المسلس الكبير ده نرقامه بقى عندي طبعا النقطة رقم واحد ها وراها النقطة رقم اربعة واحد وراها ايه اربعة فيبانوا نقطة واحدة اللي هي اللي تحت طيب النقطة رقم اثنين وراها النقطة رقم ثلاثة فدول برضو يبانوا ايه نقطة واحد اثنين وثلاثة النقطة رقم خمسة فوق الاسقاط بتاعها فوق اللي هي رقس الايه رقس الهرم طيب عايز ارسم بقى المسكة الجانب والمسكة الجانب برضو هيبان زي الرقسي بالزبط لان زي ما اتفقنا لو انا وقفت بقى ناحية اليسار هبص على الهرم دوت فهبقى شايف ايه مسلس برضو وليه نفس الابعاد اخد اسقاطات بقى من الافك واطلع بيها كده الفها بالبرجل واطلع بيها الفين للمسكة الجانب اوه طبعا من النقطة تلاتة احنا وابدين خطة خفيفة هول اللي هو الاسقاط بتاعها بالبرجل بقى هقف في نقطة التقاطع بتاعت المحاور والف بيها بالبرجل واطلع بيها لفوق بخط قابل زيها برضو الاسقاط بتاع النقطة اتنين هول بالبرجل برضو والف بيها ها واطلع بيها الايه? طيب بعد كده خدوا بالكم. النقطة رقم خمسة هي اخد برضو منها اسقاط خفيف. ها? وبعدين الف بيها بالبرجل. وهطلع بيها. بس هطلع بيها الفين? لحد الارتفاع. ها? بتاع مين? الهرب. يعني اخد اسقاط كده من النقطة رقم خمسة من الرأس. وكمل بقى الارتفاع بتاعي دوت لحد فوق. يبقى الارتفاع ده تمانين ملي متر زي مين? زي الرأس بالزل. بعد كده بتقل بقى على الضلع اللي اللي هو اللي تحت ايوان. اللي هو الضلع اللي هو اربعين ملي متر. وبعدين اوصل بقى بدايته مع رأس الهرم فوق. ونهاية الضلع برضو مع رأس الهرم. نرقم بقى النقط دي. عندي النقطة رقم واحد وراها النقطة رقم اثنين. يعني انا لما بقى واقف هنا هبقى شايف واحد. اثنين وراها مختفية. فيبانوا كأنهم نقطة واحدة اللي هي دي. اللي على اليمين. طب النقطة رقم اربعة. وراها النقطة رقم تلاتة. برضو يبانوا ايه? نقطة واحدة اللي هي الاسقاط بتاعها اللي هو على اليسار ده. يبقى دي النقطة رقم اربعة وتلاتة. النقطة رقم خمسة. اه فوق. ايدي النقطة رقم ايه? خمس. اطلع بها كده فوق. تمام? اهو. ونرقمها تبقى ايه? خمس. كده انا رسمت المساقط المساقط التلاتة للهرم الرباعي. طيب زي ما احنا شايفين يعني التطبيقات او الامثلة اللي احنا بناخدها نمشي خطوة خطوة كده وبنزام هنرسم صح ومش هنغلط. اه تعالوا نطبق الكلام دوت مع بعض ونرسم الهرم السلاسي. ونرسمه كده على اللوحة مع بعض بالادوات. ونشوف نبدأ ازاي? علشان طبعا نتعلم. نرمسك الادوات بتاعتنا ازاي? نقيس الزوايا صح ازاي? الخطوط الخفيفة نرسمها خفيفة. والخطوط التقيلة اللي هي الخطوط الاساسية نتقل عليها. ناخد بالنا دايما يعني هتلاقي الخطوط الخفيفة اللي هي بنسميها خطوط مساعدة. يعني بتساعدنا ان احنا نرسم الشكل الاساسي. الخطوط ديات بنرسمها بخطوط ايه? خفيفة جدا. اللي هي بتبقى في الشكل معنا باللون الاحمر. يبقى الخطوط اللي انا برسمها كلها باللون الاحمر دي. تبقى انت عارف دايما ان هي خطوط ايه? خفيفة. لكن الخطوط اللي باللون الازرق هي دي الخطوط الاساسية. اللي هي بتعبر عن الشكل اللي انا برسمه. فهي دي اللي احنا بنتقل عليها. تعالوا مع بعد كده نبدأ نرسم. ونرسم طبعا الهرم السلاسي ونطبق الكلام ده على اللوحة. طبعا احنا في البداية قلنا هنرسم ايه? هنرسم المسقط المساعد. نبص كده مع بعض على اللوحة علشان نتعلم مع بعض. هرسم المسقط المساعد الاول. طيب والمسقط المساعد زي ما اتفقنا. قلنا هنرسمه عبارة عن ايه? مسلس. وبيمر طبعا بالرؤوس بتاعته. ها? مستطيل. برسم حوالي ايه? مستطيل. وبعدين ادي الضلع طبعا اللي هو بتاع القاعدة بتاعت المسلس. اللي هو 40 ملي متر. انا عايز بقى اكمل المسلس زي ما احنا عارفين طبعا بنرسمه به بالبرجل بطريقة سهلة جدا. بالشكل دوت. اخد المسافة اللي هي بتاعت ايه? طول الضلع بتاعي كده. وبعدين ارسم قوس خفيف لفوق. واركز في نهاية الضلع واقطع القوس دوت. وبعدين اروح موصلهم ببعض. اه كده. وارسم الضلع تالت. بالشكل ده. كده انا رسمت المسلس بتاعي. طيب المسلس دوت. يعني لو احنا جينا رقمناه. رقمنا النقط بتاعته. فالنقطة ديت هتبقى ايه? واحد. وقادي النقطة اتنين. واللي فوق النقطة رقم. تلات. طيب. بعد كده زي ما احنا اتفقنا ان احنا بنعمل ايه? بنرسم بقى مستطيل حوالين الرؤوس بتاعت ايه? بيمر بالرؤوس بتاعت المسلس اللي انا رسمته ده. طبعا بالمسلس احسن. علشان تبقى الزاوية بتاعتي قايمة. كده. وبعدين برسم برضو خط قائم الناحية التانية. اهو. على نهاية الضلع برضو. كده. عند النقطة رقم واحد يعني. واطلع بخط قائم. كده الفوق. انا عايز بقى الاطوال تبقى قد بعدها بالزبط. ماشي? اهو. فهوصلهم بقى ايه? النقطة ديت ببعد. كده. من النقطة رقم ثلاثة. والضلع اللي انا رسمته على اليمين. ها? والضلع اللي انا رسمته ايه? على اليسر. اهو. نكمل هذا الضلع ده كده. كده. المستطيل بقى اللي انا رسمته ده كده. خلاص? بنسمي ايه? المسكت المساعد. المسكت المساعد. ليه? زي ما قلنا علشان بيساعدني في رسم المنظور الهندسي. اللي احنا هنرسمه. والمساقد كمان. طيب بعد كده هبدأ ارسم بقى المنظور بتاعي. تمام? بس طبعا. ها? بقيس بقى. خدوا بالكو. الضلع دوت اربعين ملي متر. طيب. بقيس الضلع التاني يطلع كام? خمسة وتلاتين ملي متر. زي ما احنا اتفعنا. يعني الضلعين دول مش هابقوا متساوية. طيب اجي بقى ارسم المنظور بتاعي. فطبعا هبدأ ارسم خط خفيف. الشكل ده. كده. وبعدين ارسم زوايا ثلاثين درجة. المثلس. كده. وزاوية ثلاثين درجة ناحية اليسار. كده. ناخد بالنا بقى. انا فزي ما تعلمنا برضو في حلقة قبل كده. اخد المقاس بالبرجل بكل سهولة. اقيس كده المسافة. ها? من واحد لاثنين بالبرجل اهو كده. تمام? وبعدين اروح رايح هنا. ها? وراح جاعة اتنقطة. دي بدأت بالضلع الاولاني. طبعا بالضلع التاني اروح اقيس كده اهو. ها اخدوا بالكو. اقيس كده المسافة دي. بالبرجل اهو. وبعدين اروح رايح الناحية التانية. وراحات ايه? طبعا الخط بقى لو في زيادة ولا حاجة احنا مشايزينها. الخطوط الزيادة ممكن. ها? انت طبعا معك الايه? الاستيك على طول. وتروح مسح ايه? اه? الخط الزيادة كده. عشان ما تغلطش وتعيد عليه. بعد كده. طبعا الزاوية ديت. الزاوية دي تلاتين درجة. اهي. والزاوية التانية برضو زيها تلاتين درجة. هروح انا بقى دلوقتي. راسم. خطين. ها? موازيين للضلعين دول. اكملهم. بالمسلس برضو. بالشكل ده. كده. واخد المقاس بتاعه زي برضو ما عملنا بالبرجل كده. ناخد المقاس كده. وقيس الناحية التانية عشان يبقى نفس المقاس. كده. بالزبط. يبقى قده بالزبط. وبعدين اوصل بقى الايه? دلع الاخير. طبعا الدلع الاخير. ها? احنا لو وصلناه على طول بالمسطرة حتى هيبقى مزبوط. لان احنا واخدين الزاوية بتاعتنا مزبوط. عايز اتأكد بالمسلس برضو اهو. ها? واوصل. خدوا بالكو. اهو. كده. الشكل اللي انا رسمته دلوقتي ده هو مين? المقاسات بتاعة المسخط المساعد. الضلع ده 40 ملي. اهو الضلع ده. والضلع التاني اللي هو كام? الارتفاع او العرض يعني بتاع المستطير. اللي هو تقريبا 35. بعد كده انا عايز ارسم بقى المسلس بقى. تمام? فنعمل ايه? النقطة ديت هتبقى رقم واحد. اهي. والنقطة دي رقم ايه? ايه? اتنين. دعوا بقى انت اقل عليها. الشكل ده. كده. وبعدين النقطة رقم تلاتة. ها? في الضلع التاني. المقابل ليها. عنصة في الضلع اللي فوق. كده. وارروح جايه موصلهم ببعض. كده. سناخد بالنا. الضلع بقى اللي ورا اللي هنرسمه ورا ده. ده هيبقى ايه? خط شرط. لانه في الجهة الخلفية. فهيبقى مختافي. فنرسمه خط متقطع. اهو. بالشكل ده. طيب بعد كده. انا عايز بقى احديد المركز. الضلع اللي هو. النقطة دي نسميها ايه? تلاتة. اهو كده. ااجي بقى زي ما احنا شايفين كده الضلع اللي هو من اتنين لتلاتة ده. بنصفه. كده. واروح راسم خط خط خفيف كده. واجي برضو زي من النقطة رقم اتنين. تمام? ونصف الضلع اللي هو من واحد لايه? لتلاتة. كده. واروح جاي راسم برضو خط خفيف من النقطة رقم اتنين كده. تقاطعوا هنا في نقطة اللي هي اللي في النص ديت ايه? السنتر او المركز بتاعي. اقيس منها خط قائم. هطلع كده لفوق بخط قائم. وهيبقى هو الارتفاع بتاع الهرم بتاعي. اهو. يعني اقيس برضو خط خط خفيف كده. اخدوا بالكو. كده. والخط دوت. اهو نقيس المسافة. تمام? كده. اللي هي. المفروض ايه? تمانية. من نقطة الايه? السنتر دي. اهي. والنقطة اللي فوق ديت هسميها اربع. اوصلهم بقى ببعد. هوصل النقطة رقم واحد. خدوا بالكو. اهي مع النقطة رقم ايه? اربع. كده. ومن النقطة رقم اتنين. كده. ومن النقطة رقم تلاتة. اه. كده. كده طبعا انا رسمت الايه? الهرم بتاعي. في حالة ان القعدة بتاعته بتوازي المستوى القفك. وزي ما احنا شايفين طبعا. اه. ليه كم وجه زي ما قلنا? ليه تلات ايه? تلات اوجه. طيب لو انا حبيت ارسم المساقط التلاتة. طيب المساقط التلاتة زي ما احنا شفنا يعني ايه? نرسمها نرسم طبعا المحاور بتاعتي. نرسم كده محورين. متعمدين. وبنحدد الشكل دوت كده. طبعا المساقط الرأسي بيبقى على اليسار والمساقط الجانبية على اليمين. والمساقط الافكي ايه? اسف. علشان ارسم المساقط الافكي اهو بسرعة بنسيب ايه? نسيب مسافة. مناسبة ليكن ايه واحد سنتي من المحاور اللي احنا رسمناها. كده. وبعدين المساقط المساعد اللي انا كنت رسمته بنقله هنا. اهو. كده. بالشكل ده ايه دي. المستطيل اللي احنا كنا رسمناه. وبعد كده برسم المسلس نفسه اللي هو كان فيه المساقط المساعد اللي احنا رسمناه. بنصف النقطة اللي فوق. وبعدين بوصل بقى. كده. كده. بالشكل ده. طبعا النقطة ديت ايه دي النقطة رقم واحد. وديت النقطة رقم اثنين. ها? والنقطة اللي فوق ديت رقم ايه? ثلاثة. عايز احدد النقطة السنتر بتاعته. زي ما قلنا بالنصف طبعا الايه? الاضلاع. خلاص? وباخد من الرؤوس بقى بتاعت المسلس كده. ماشي اهي. وطلطاكي طبعا كلها في نقطة واحدة. من النقطة ثلاثة برضو من فوق. وانزل بخط قائم كده. ها? لو كملته هينصف الضلع اللي تحت ده. طبعا احنا مش هنكمله. ها. علشان احنا عايزين نرسم ايه? نحدد النقطة رقم ايه? خمسة. اه نقطة رقم اربعة. اللي هي كانت بتمثل رقص الايه? الهرم. اللي هي النقطة اللي فوق خالص. عايز ارسم المسقط الرأسي. اه بسرعة باخد ايه? اسقطات. كده. وبعدين خط خفيف. من في المسقط الرأسي كده. خلاص. يبعد مسلا سنتي عن المحور الافك بتاعي. وبعدين باخد اسقط برضو خفيف من النقطة رقم ايه? تلاتة. كده. اهو. خدوا بالكم بقى. الضلع ده طبعا هنتقل عليه. كده. اللي هو بيمثل الايه? القعدة. دي النقطة رقم واحد. خلاص. والنقطة رقم اثنين. اهي. وبعدين النقطة رقم تلاتة. هي دي. النقطة رقم اربعة. الارتفاع بتاعها هنطلع بيه. لحد فوق. خط خفيف. كده. عشان احدد الارتفاع. وبعدين اروح جاي ايه? موصل. كده. بداية النقطة رقم اربعة. طبعا الضلع بقى اللي هو اللي ورا ده بيترسم بخط ايه? متقطع زي ما احنا قلنا قبل كده. شرط لقي انه موجود في الجهة الايه? الخلفية. كده. الاخر حاجة. هناخد اسقطات من الافوكي. خلاص? والفي بيها عشان اجيب ارسم المسقط الجانبي بتاعي. اه. الشكل دوت كده. ودي الاسقط بتاع النقطة رقم اربعة. والنقطة رقم اثنين. كده. اطلع بيهم بقى الايه? للمسقط الجانبي. كده. والارتفاع بتاعي طبعا دوت ها? اطلع بيه لحد ايه? لحد فوق. اللي هو نفس الارتفاع بتاع الرأس. اهو. يعني ياجي من عنده النقطة رقم اربعة. واخد ايه? اسقطات. خط خفيف كده. اه. لحد النقطة رقم ايه? اربعة. نوصلهم ببعد ويبقى خلصنا المسقط الجانبي. كده. ونوصل الرؤوس مع بعض. بالشكل ده. النقطة دي رقم واحد. اه واثنين. الاسقطات بتاع النقطة رقم تلاتة. اللي هي دي. والنقطة رقم اربعة. الاسقطات بتاع ايه? اللي فوق. كده احنا رسمنا المساقط التلاتة. وزي ما احنا شفنا. يعني نتعلم كده نرسم ايه بهدوء ونرسم ونراعي الخطوط زي ما قلت. الخطوط الاساسية نتقل عليها. الخطوط الخفيفة تبقى خفيفة. عشان لما نمسحها ما تبانش. ما تقصرش معي في الرسم بتاعي. اه وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة. يا رب تكونوا استفادتم معنا. واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.